بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلباء أرحب بكم في درسنا لهذا اليوم ودرسنا بعنوان الهضم والإخراج والتنفس والدوران الجزء الأول أهداف درسنا لهذا اليوم سنوضح كيفية حدوث الهضم في الفقاريات وأيضا سنوضح كيفية حدوث الهضم في اللافقاريات بالإضافة إلى ذلك سنبين كيف يتخلص جسم الإنسان من الفضلات وأيضا سنستنتج كيف تعمل الكلية على تخليص الدم من الفضلات انظر إلى الصورة وأجب عن السؤال كيف يحصل حيوان الباندا في الصورة المجاورة على حاجته من الماء والطاقة يحصل على حاجته من الماء والطاقة من خلال التغذية الهضم في الفقاريات ماذا نعني بالهضم؟ الهضم هو عملية يتم فيها تفكيك الغذاء إلى جزئات صغيرة وتحليله بحيث يمكن للمخلوق الحي الاستفادة منه إذن هي عملية يتم فيها تفكيك الغذاء إلى أجزاء صغيرة ثم تحليله ليستفيد منه الجسم أو المخلوق الحي ليتمكن من الاستفادة منه فعندما يأكل الإنسان قطعة من الخبز فإنها تمر بالأعضاء التالية تمر بالفم ثم المريء فالمعيدة بعد ذلك تمر بالأمعاء الدقيقة ثم الأمعاء الغليظة وبالنسبة للكبد والبنكرياس فإنهما يفرزان عصارة تساعد الجسم على الهضم وسنوضح ذلك بعد قليل أعضاء الجهاز الهضمي تؤثر أعضاء الجهاز الهضمي على قطعة الخبز عند هضمها وفق الآتي أولاً الفم في الفم توجد الأسنان فالأسنان تقوم بتقطيع الطعام وطحنه ثم اللسان اللسان يساعد أيضاً في طحن الطعام أما بالنسبة للغدد اللعابية فإنها تساعد في الهضم الجزئي لقطعة الخبز الهضم الجزئي فإنها تساعد في الهضم الجزئي لقطعة الخبز ننتقل إلى الجزء الآخر من أعضاء الجهاز الهضمي وهو المريء المريء تمر من خلاله قطعة الخبز من الفم إلى المعيدة فهو المعبر من الفم إلى المعيدة عن طريق انقباض عضلات المريء وانبساطها فعندما تنقبض العضلات وتنبسط فيحدث حركة قطعة الخبز وتمر من خلال الفم إلى المعيدة ننتقل إلى الجزء الثالث وهي المعيدة المعيدة تفرز حمضا يعمل على تحطيم جزيئات الطعام المهضومة جزئيا لأن جزيئات الطعام تم هضمها في الفم بهضم جزئي كما ذكرنا ثم عندما تنتقل إلى المعيدة فالمعيدة تفرز الأحماض التي تعمل على تحطيم الطعام هذا الذي تم هضمه جزئيا ثم الأمعاء الدقيقة وفي الأمعاء الدقيقة يتم هضم الطعام بصورة تامة بواسطة العصارات الهاضمة التي تفرز من غدتي الكبد والبنكرياس كما ذكرنا وأنزيمات الأمعاء الدقيقة نفسها أيضا تفرز العصارات الهاضمة حيث يتم هضم السكريات والبروتينات والدهون إلى جزيئات صغيرة يسهل للجسم امتصاصها وفي الأمعاء الدقيقة يوجد انثناءات وهذه الانثناءات تلامس جدر الأوعية الدموية والتي تقوم بامتصاص الغذاء المهضوم ونقله إلى الدم أما بالنسبة للأمعاء الغليظة فإنها تعيد امتصاص الماء من الغذاء الغير مهضوم ومن ثم تتخلص من الفضلات الصلبة عن طريق فتحة الشرج وسنذكر هذا بالتفصيل بعد قليل أما بالنسبة لغدتي الكبد والبنكرياس فإنهما يفرزان عصارة هاضمة كما ذكرنا سابقا وهذه العصارة تساعد على هضم الطعام ننتقل الآن إلى الهضم في اللافقاريات لبعض الحيوانات اللافقارية ومنها قنديل البحر والديدان المفلطحة جهاز هضم بفتحة واحدة حيث يدخل الطعام ويخرج من الفتحة نفسها فعندما يمسك قنديل البحر فليسته بخلاياه اللاسعة يدخلها إلى فمه وتتم عملية هضم الطعام في خلايا الجسم ثم يتخلص من الفضلات غير المهضومة عن طريق الفم أيضا من نفس الفتحة ننتقل الآن إلى التخلص من الفضلات وهذا ما يسمى بعملية الإخراج فالإخراج هو عملية تخلص الجسم من الفضلات كيف يتخلص الجسم من الفضلات؟ يتخلص جسم الإنسان من الفضلات عن طريق عدة طرق فمن أحد هذه الطرق فتحة الشرج ويتخلص من الفضلات الناتجة عن عملية الهضم عن طريق فتحة الشرج أما بالنسبة للجلد فإنه يتخلص من الماء الزائد والأملاح وفضلات أخرى على شكل العرق أما بالنسبة للرئتين فإنه يتخلصان من غاز ثوني أكسيد الكربون الموجود في الجسم أما بالنسبة للكبد فيعمل على تحطيم المواد الضارة من خلال إفراز غاز النيتروجين الذي ينتقل إلى الدم وأيضا الكليتين تقوم بترشيح الفضلات من الدم فكل هذه طرق لإخراج الفضلات من جسم الإنسان ننتقل الآن إلى الجهاز البولي والجهاز البولي يعمل على تخلص الدم من الفضلات فهو يخلص الدم من الفضلات حيث ينتقل غاز النيتروجين من الكبد إلى الدم الذي يعمل بدوره على تحطيم المواد الضارة ومنها السموم الموجودة في الدم ثم تقوم الكليتان بترشيح الفضلات من الدم يبين الشكل المجاور أجزاء الجهاز البولي في الإنسان وهي الكليتان والحالبان والمثانة البولية ومجرى البول ولكن كيف تعمل الكليا على التخلص من الفضلات؟ تقوم الكليتان بترشيح الفضلات وتخلص الدم منها باستخدام ملايين المرشحات الدقيقة الصغيرة جدا التي تعرف بالنفرونات وهذه النفرونات تقوم بفصل الفضلات عن المواد المفيدة تفصل الفضلات عن المواد المفيدة الموجودة في الدم عن طريق أغشية لها فتحات صغيرة جدا تسمح بمرور بعض المواد وتعيد المواد المفيدة إلى الدم مرة أخرى وتجمع الفضلات بعد ذلك تساهم الكليا في تخلص الجسم من بقية الماء الزائد والفضلات التي تجمعها النفرونات عن طريق البول الذي ينتقل بدوره من الكليتين إلى المثانة وعندما تمتلئ المثانة هنا المثانة بالأسفل عندما تمتلئ المثانة يخرج منها البول إلى خارج الجسم عبر مجرى البول وبهذه الطريقة تتخلص الكليا من الفضلات الآن نجيب عن الأسئلة التالية السؤال الأول ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة ما اسم العملية التي يتم فيها تفكيك الغذاء إلى جزيئات صغيرة جدا؟ هل هي عملية الترشيح؟ أم عملية الهضم؟ أم عملية الإخراج؟ أم عملية الامتصاص؟ فكر معي ما هو الجواب الصحيح؟ نعم الجواب الصحيح هي عملية الهضم التي يتم فيها تفكيك الغذاء إلى جزيئات صغيرة السؤال الثاني أي الأعضاء الآتية يتم فيه امتصاص السكريات والبروتينات والدهون بعد هضمها بصورة تامة؟ هل هو الفم؟ أم الأمعاء الغليظة؟ أم الأمعاء الدقيقة؟ أم المعدة؟ ما هو الجواب الصحيح؟ نعم الجواب الصحيح هو الأمعاء الدقيقة حيث يتم فيها امتصاص السكريات والبروتينات والدهون بعد هضمها بصورة تامة السؤال الثالث أي الأعضاء الآتية تخلص الجسم من غاز ثاني أكسيزي الكربون؟ هل هم الرئتان؟ أم الجلد؟ أم فتحة الشرج؟ أم الكلية؟ ما هو الجواب الصحيح؟ نعم الرئتان هم اللتاني تخلصان الجسم من غاز ثاني أكسيزي الكربون الآن أجب عن الأسئلة التالية السؤال الرابع كيف يصل الغذاء الذي نتناوله إلى خلايا أجسامنا للإفادة منه؟ ما هو الجواب؟ يتم هضم الطعام في المعدة ويستكمل هضمه وامتصاصه في الأمعاء الدقيقة ثم ينتقل إلى الدم وبذلك يستفيد منه الجسم السؤال الخامس فكر معي تفكيرا ناقدا لماذا تحاط النفرونات بالكثير من الأوعية الدموية؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ الجواب لأنها تعمل على تنقية الدم وذلك بفصل الفضلات عن المواد المفيدة الموجودة فيه لذلك هي محاطة بالكثير من الأوعية الدموية لتعمل على تنقية الدم وفصل الفضلات عن المواد المفيدة عزائي الطلبة كانت هذه نهاية درسنا لهذا اليوم أشكركم على حسن انتباهكم أتمنى أن تكون قد استمتعتم واستفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته